الرقابة يعني كثير تفاصيل يعني مثيرة للضحك الحقيقة يعني مثلا في فيلم القادسية وهو معروف فيلم القادسية ليش أنتجوه لأن القادسية دخول المسلمين لتحرير العراق من الفرس يعني وانتقل الإسلام لهنان وحتى بلاد فارس يعني فأكو الشخصية اللي مثلتها السعاد حسني شخصية كانت خادمة عند المثنى بن حارث الشيباني فكانت منحازة يعني للعرب يعني باعتبارها هي يعني المثنى عربي ومن مات المثنى هي فقط يعني وفية للعرب لأنه عايشوا ياهم وهذا ومن يدخل الإسلام هي تدخل الإسلام وتكون من أشد لهذا فزار موقع التصوير بالحبانية عزتي الدوري فأجل السعاد حسني عرفوا عليها وهذا بعد ينسأل على شخصيتها قالوا لشخصيتها هي جوج قال لا شون يصير يعني هي هذه فارسية أصلها مجوسي شون يصير مسلمة طرعوها مسلمة ووفية للإسلام وللعرب لازم تطلعها خائنة في الحالة لازم كاتب سيناريو يكتب مشاهد جديدة كل شغل راكت جديد سعاد حسني ضقتها قالت أنا الموقع عاقد على هاي المشاهد الضيفون مشاهد جديدة يتغير العقد اعتقد في وقتها يمكن هي كانت ماخذة 16 ألف دولار يعني هذا بديك الفترة مبلغ هائل ما حد وصلها يعني كبير طلبت يضاعفون المبلغ وقعوا له عقد جديد ضافوا له 16 ثانية هذا بأي فيلم ها هذا بأي فيلم القادسية فيلم القادسية ها كانت موجودة فقصدي مثلا يجيك واحد هو ما لا علاقة بالثقافة وما لا علاقة بالسينما يعني مجرد هو مسؤول حكومي يجي يقول يخلي رجل على رجل ويغير شخصية ويغير بناء سيناريو ويغير موضوع فيلم على هواه يتجاوز على المخرج يتجاوز على الفكرة على السيناريو وطبعا هو ما تقدر أن تتعترض يعني هما اللي قرر الحاكم اللي قرر هذا لازم أنت تنفذ ما تنفذه تروح للأمن العامة وهناك هما يتفهمون يعني لكن السينما أنت الذي تقرر أن تذهب إلى السينما تذهب بإرادتك تذهب تدفع وتدخل للسينما إذن أنت مسؤول مسؤولية كاملة لخيارك وبالتالي أنت ما تفرض علي أنه أنا كمخرج يعني أخضع لقوانينك الدينية أو الأخلاقية أو المجتمعية أو هذا أنت جاي تشوف فيلم فعليك بينما أنا عندما أدخل بيتك من خلال التلفزيون أنه يوجد قوانين لازم يتخطى المعالجة والحراب هذه مبدئيا لكن لما تعيش في الشرق الأوسط ودولنا لا يوجد هذا الرقيب دائما موجود هناك كيف يعني؟ يعني تقلت مثلا سينما لا يوجد لازم يحدد معايير مثلا الفنية الأخلاقية لكن نحن لو نعيش بأنظمة مثلا شمولية دائما الرقيب هناك الرقيب طبعا هو بالتأكيد يعني حتى الأفلام الأجنبية عندما تدخل على سبيل المثال للعراق في زمن النظام السابق كانت تخضع لرقابة مشددة يعني وبالتالي حتى المنتج العراقي الفيلم العراقي يخضع لرقابة مشددة مثلا أنا مثلت في فيلم الحب كان السبب للمخرج عبدالهادي مبارك كان موضوع الفيلم علاقة حب بين عبدالخالق المختار الفنان الراحل مع سنة عبدالرحمن وكان يعني الشخص الآخر المنافس يعني اللي عين على هذه الفتاة هو ضابط أمن زيان فشون يخلص من هذا البطل؟ يغرطه في قضية سياسية هو بريء من عده في يأخذوا ويعتقلوا ويذبوا مع السياسيين هما في طريقهم إلى أن يرحون إلى نقرة السلوان وسمحوا هي شيء فيلم يعني سمحوا هي شيء قصة للسلطان؟ قصة يعني أحداثها الدور قبل زمن آه قبل فذولا يعني أساسا هم المسجونين هم بعثيين على أساس كانوا هم معارضة للنظام اللي قبل يعني يعني كان عبدالهادي مبارك متخيل أنه يسوي سجن السلمان هو بل بل بلاتوهات يسوي ديكوراتو هذا نعم فبحكم علاقتي بي يعني قلت ليش صور هي أنا شايف سجن السلمان الأصلي اللي موجودة في نقرة السلمان دخلي أخذك شوفه لأنه الجدران الأشكال الصحراء المعرشيني كلها هذي أشياء واقعية حقيقية وموجودة لمسات بسيطة ترجحها مثل ما كانت فسافر هو ومدير التصوير ومصممة الديكور والهذا إلى المكان ودرسوه وقرروا أن يصورون فكانت عند فكرة قال لي أنا راح أخلي لك شخصية بالفيلم حتى سماها باسمي سماها ماهوت هذا الشخص شيوعي فذولا بالسجن كلهم يتحركون لأنه يكسبون هذا السجين اللي هو مو سياسي يدخلوا بأحزابهم هم كلهم بعثية يعني أنا الوحيد الشيوعي فقال لي أنا راح أخليك العبرة أنت راح تقوّل المعالجة لأنه يصير تضاد يصير صراع يصير دراما بالقضية إذا الرقيب حذفك ما راح يأثى ما راح تأثرته فطبعا أنا صورت بالمونتاج يعني بلش القص شكوا جملة تشير إلى أنه أنا شيوعي أممي ما أعرف شنو هذا شعلا بعدين طلعت الشخصية هي ما تختلف تماما عن باقي الشخصيات راح السرعة فإذن كانت الضحية الشخصية ضحية رقيب شرز جدا يعني ما يسمح لك أنه أنت تشتغل بإرادتك يعني حتى يعني أصبح السينما كانت في ذلك الوقت هي أداة لتصدير أفكار النظام ما كوا عندنا مخرجين يمتلكون رؤى مستقلة وحرية بالتعبير الرقيب من أمد بدأ تعتقد؟ شون؟ الرقيب من أمد بدأ يعني من مثلا التسعة سبعين أو ثمان وستين لا هو طبعا الرقيب هو أصلا كان موجود يعني بس بس يعني صلاحياته في تزايد يعني عندما استلم صدام حسين الحكم أصبح الرقيب شرز جدا يعني على صعيد المثال فيلم المنفذون العبدالهادي الراوي مجموعة بالجيش العراقي تروح تقتحم الإيرانيين يعني أثناء الحرب العراقية الإيرانية ويفجرون مخازن للعتاد الإيراني ويرجعون طبعا هذه التفجيرات اللي يصيرت سوى ضحايا إيرانيين كثير يتقتلوا هذا وذول يرجعون من يرجعون؟ أعتقد عندهم يستشهدون أربعة فمنتجه وصوره وكملوا تصويره ورجعوا فمدير السينما في ذاك الوقت من شاف الشغل قلته شون تخليهم ستة يعني ما يتأثر على معينويات الناس وهذا سوهم أربعة منتجه ومن جديد موته لهم أربعة بس كانوا ستة صاروا أربعة فصعد شاف المدير العام قال يعني أنت معقول أنت تورطني أموت لك أربعة جنود عراقيين سواهم أثنين عادوا المونتاج سواهم أثنين صاروا أثنين شاف لطيف صيف جاسم قالت شون أنت تموت جنود عراقيين بالفيلم إذا شاف السيد الرئيشي يعني تحمل المسؤولية ولا واحد يموت فشالت مثل آخر أطلت عليك لأنه يعني